موسيقى تخصص بالموسيقى بروسية قرار آخر وتحدي جديد وإصرار للتفوق سنة الخمسة بين أخذت قرار التخصص بالموسيقى ورحت عروسية وليك بالروسية ما فيه مثلاً اختصاص الموسيقى يمكن من أصعب الاختصاصات عنده وكان فيه حطوني باختبار أنه ما فيك أنت عمرك 25 سنة وبك تجي تتخصص موسيقى وتعزو في كامانجا كتير عمر كبير وبنعمل لك اختبارات ومرفوض أصلاً قلت له أنا ما بيقبل لأعمل موسيقى قلت له عمول طب عمول هندسي عمول قلت له بدي أعمل موسيقى قل طيب نعمل لك اختبار حطوني 3-4 شهر بمعهد في معلمة اسمها لودميلا فيرني جارا هادي كانت معهد اجنسينا معروف هادي معهد اجنسينا بروسية بعد 3 شهر اشتغلت أنا وياها بتاعتي كاركتوريستيك انه يفادي انه سليم سعد يستوعب التعلم ويقوم بالتنفيذ أسرع عشرات المرات من هيا تلميذ عنا يعني هادي الشغل اللي شافوا قال يا عمي كيف هادا ابن 25 سنة نحنا بس يقلط 18-16 سنة معاش نعلمه كمانجا قال ما زال في هكش هادي كمل روح على أرمينيا رحت على أرمينيا بلشنا هونيك بأرمينيا فت معهد متوسط مع انه معي بكالورة قسم تاني ومعك بس قال بالنسبة للموسيقى بكتتدرج لانه لازم تتمرن كتير وضعكم بالبنان مستوى قليل كتير وانا كنت اخد هون 425 ليرة على الامتحانات اللي يوجه له الخير الاب يصف الخوري كان مدير كنت اخد 18-20-19-20 لاخر السنة يعطونا 425 ليرة منحة كان الحد الأدنى 150 ليرة من 175 ليرة يعني كنا ناخد مبلغ منيح رحنا عروسية قال هادا المستوى كتير واطي مش بس انا كل الفعلا مستوى عالي بروسية صرت اشتغل على الأساس هادا وشد همتي وتمرين كنا نتمرن هاون ساعتين ساعة ونصب النهار ونيكي صرنا 3-4 ساعات توصل لخمس ساعات حتى اقتنعوا فينا انه اذا بيشتغل بيوصل وفعلا هيك صار قال مازالك شغيل ومازالك تستوعب الامور اشتغل نحن منعطيك قد ما بتوصل المعهد الأربع سنين اللي هو المهنية خلصتوا بسنتين فت على المعهد العالي وعملت خمس سنين ماجستير صاروا سبع سنين وسنة تحضيرية ثمانية بعد ما خلصت هادا عملت ثلاثة دكتوراه 11 سنة هلأ هنيك لما وصلنا للدكتوراه يعني خلصت ماجستير بمعهد كوميتاس سنة 1983 ثلاثة وثمانين بأيار بامتياز عطيوني ديبلوم ويدهونر اه وعطيوا ريكمونديشن للدراسات العليا قلتلون قال في دراسات عليا نوعين نوع تطبيقي بيرفورمانس عازف ونوع ناظري اللي هو بي اتش دي دكتوراه بس نحنا فيش عنا منه قلتلون انا بدي البي اتش دي ما فيه ما فيه إلا فيش ماجلس علمي بقرمين قلتلون بدي اعملها فيش عندكون بروح ع محل فيه عنده بدي اعملها انا رجل علم بحبكون مش رجل بس فن هون بدي مرق شغلي اه إليك ولحضرتك وللتلفزيون وللناس اللي عبي يسمعوا انه ازا بنا ناخد بالتراتوبية الفن هو بيجي تحت الفكر اول شي الفكر اللي هم اتصل بالروح مباشرة يليه العلم يليه الفن هلا الفن في نجومية اكتر من العلم اما العلم هو بده قدرة اكتر من الفن الفن يعتمد على الموهب والقدرة العلمية بينما العلم يعتمد على العلم فقط يعني اللي بيقدر يدرس ويشتغل علم مظبوط وبيكون عنده موهب فنية هذا بيحلق فمن هوني انا قلت بدي الفكر والعلم مع الفن وهيك اصرائت حتى عطيوني انه عطيوني مجال ادرس حضرت الدكتوراه مع البرفورمانس ودفعت بموسكو سنة 1986 وخلصت البي اتش دي تأليف الموسيقي بيترك بصمة فنية بتاريخ الموسيقى اكيد لكن مش اكيد انه يجيب الشهرة الانية اللي بيبحث عنها كتار اليوم بالنسبة للتأليف الموسيقي طبعا اللفت عندي انا حفلة عملتها مع الاركستر سنة 2003 فيها شرقي وغربي وسنفو اوبيرال اللي سمعوها وباللي عملوها بس انا مش ابن سوق يعني ما عندي شهرة السوق الموجودة يعني في ناس كتير هلا فنانين صغار وتلميذي ومرين عندي شهروا اكتر مني فانا اللي بيهمني من الشهرة انه قداش انا جدو قداش قدرت اعطايت للناس وللبشرية شي مفيد لو بعد مئتين سنة بيجو بيبحثوا بيلاقوا انه سليم ساعد فاد العلم بهالشي بيشغلي صغيري انا بكون فخور اكتر بكتير من انه كون مشهور بيغني اليوم ام تغنيه مطر بيوجه حلو او جسمه حلو او الاخري فانا ما هتميت بالشكليات بقدر ما هتميت بالجوهر انه اذا انتم عملتوا معي حديث بيهمني الحديث يفيدكم